السلام عليكم اخواني اخواتي اليوم الفيديو ديالنرة غاديكون مختلف تلبية اللي رغبت بعد متتبع القناة وذلك بخصوص الدرس هذا علاش قلت ماشي مشكين حطه يوم اه فيديو يكون المحتوى دياله تعليم القراءة او يوم اخر درس من الدرس ودرسنا اليوم غاديكون ان شاء الله فلق غامر بعنوان الافخاص اللي تيب بافخاص بمعنى الجملة وانو وعلى بركة الله نبدأ الدرس قلنا الدرس ديالنا اليوم بعنوان الافخاص موم كيف ما كتشوفوا قدامكم على الشاشة جوب سير في معناه او لاحب عدنا الجملة اللولة اه ليلى اسام مير فوياج باردخا يعني ليلى والام ديالها كي يسافروا بالتران معنا وهذا الجملة هادي كيف ما كتلاحظوا بني راه المعنى ديالها راه تام وكتبدأ بواحد الماجيسكيل وكتنتهي عدنا الجملة الثالثة اه تانية هي اوفان ليلى اسام مير يعني في مشات ليلى وسام مير كنشوفوها انها كتبدأ اه بنفس الشيء بماجيسكيل وكتنتهي بوان دانتروجاتي يعني هات الجملة هادي جملة تساؤلية كنتساؤلو الجملة اللولة اعطتنا خبر والجملة التالية كنتساؤلو فيها اه كتنتهي بوان دانتروجاتي الجملة الثالثة اتاندي لتخاف ديزهور يعني نفس الشيء راه هبدأت بماجيسكيل ونتهيس بوان اعطتنا واحد الخبر وهادي حتى هي النوع من انواع الجملة 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 الثالثة كس تخاف ارابيد يعني جملة تعجوبية يعني فخاص اكسكلاماتيف بداس بماجيسكيل ونتهيس بوان دي اكسكلاماتية الجملة الثالثة هدوما الجملة اللي عندنا هدوما الجملة المهم وقينا غادي نكتفيوا اليوم ما بهالتعريف هذا ديالجملة وغدا ان شاء الله غادي نعطيكم تعريف ديالجملة في قاعدة ونعطيكم اسميته قاعدة ها التارية هي فيها لتيب دوفغاز نزيد ونشرحوهم اكتر وتلغدا ان شاء الله هي اللي موعدونا غدا ان شاء الله السلام عليكم